إذا عطس الإنسان هل يعني يلزم أنه يحمد الله عند كل عطاس أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة للمسلم إذا عطس فإن من السنة وليس من الواجب والفرض وإنما من السنة أن يقول الحمد لله الحمد لله وسن لمن سمعه يحمد الله أن يشمته وتشميته أن يقول له يرحمك الله فيرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم ولذلك من حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس فحمد الله أن يشمته إذا عطس فحمد الله أن يشمته بالنسبة لك أخت الفاضلة إذا كنت تقصدين العطسات المتوالية يعني عطست ثم عطست ثم عطست يكفيك تحميد واحد تقولين الحمد لله أما إذا عطست فحمدت الله ثم بعد ذلك عطست مرة أخرى من السنة أيضا أن تقولين الحمد لله وإذا عطست ثالثة أيضا من السنة أن تقولين الحمد لله ترجمة نانسي قنقر